مرحبا كروت شركة جالاكس متواجدة عالميا بأسواق كثير ولكن تواجدها بالمنطقة العربية مش كثير قوي اليوم اننا معاينة لأول كرت جالاكس من جربه على القناة وهو كرت RTX 2060 Super خلينا نشوف أداءه مع بعض زي ما حكيت بالمقدمة كروت جالاكس معروفة عالميا متواجدة بكثير أسواق بس بمنطقة العربية التواجد كان معدوم أو قليل جدا لما تواصلوا معنا الشركة وقالونا شو الكرت البدكية عشان تعينوه كبداية لأنهم بدنا إشي مش من الفئة العالية يفضل يكون RTX 2060 Super وهذا هو اللي إيجانا ولكن مش من الفئة العليا يعني كرت ما فيه فزلكات كتير الآن ليش نقينا هذا الكرت بالذات يعني يكون إشي RTX وليش 2060 Super لأنه آخر فترة زي ما أنتم شايفين على الشاشة في ديبيت كتير طويل وكبير على آثار الفريمات العالية على الأداء الأفضل لللاعبين من ناحية تقليل تشتيت الانتباه الجوستينج تشتيت الصورة التقطيع وكل هاي الأشياء الإشي اللي بعطيك أدفانتج أو إيجابية أنه أنت بتصير سرعة استجابتك أعلى يعني الصورة مش الجيم رح تغش وتعطيك أفضل لا ولكن سرعة استجابتك لللعبة رح تكون أفضل الإشي الثاني خصائص RTX زي ما أنتم شايفين بماينكرافت لما نكون طافين RTX مقابل نشغل RTX قديش فيه فرق كبير بالصورة ليش حكي حطيت ماينكرافت لأنه عن جد فيه فرق هائل وشاسع ما بين شو كان وشو بصير لما نشغل RTX يعني شوفوا هون RTX شغال شوفوا أول ما نضف في RTX قديش الفرق رح يكون كبير وهذا الإشي عبر الأشهر الماضية تطور للعبات كثير شوفوا طافين لـ RTX كيف الأطر الآن خلينا نروح ونعمل أمبوكسين للكرت ونشوف كيف أداءه طبعا كرت زي ما حكيناه من جالاكس لـ RTX 2060 سوبر نفس المواصفات الموجودة على أي كرت RTX 20 سوبر ثاني طبعا في عندهم صوفتر بقدر يعمل overclocking للكرت زايد أنه بيجي بمروحتين التبريد معه بسيط جدا والكرت زي ما رح تشوفه بيجي صغير الآن كل الخصائص الثانية موجودة بكل كروت فما رح نخوضها بشكل كبير شوفوها أنتوا على الكرتونة وفي عندنا جالاكس وـ RTX 2060 سوبر بسيط جدا التغليف يعني ما فيه أي فزلكات ولا أشياء إضافية زي ما حكينا في هدف ليش اختيارنا كان على كرت ما فيه فزلكات كتير أول ما نفتح الكرتونة في عندنا كلمة جي فورس RTX على الكرتونة السودة لجوه وفي عندنا مانيون أول ما نشوفه ترحيبي وكيف نشغل أو نركب الكرت وشو الخصائص الموجودة فيه هاي الكرت وفي عندنا أيضا كابل اللي هو من 6PEN لمولكس أو من مولكس لسيكس بين في حال ما كانت الـ Power of Light تبعتكم بتدعم منشيل الكرت من كيس الأنتيستاتيك أو الكيس المضاد للكهرباء الساكنة وهي شكل الكرت كتير بيذكرني بأشكال كروت EVGA ما عليه فزلكات كتير مروحتين بيجي بايسيك باللونين الأسود والرمادي أو الفضي بالأحرى وفي عندنا مروحتين بيجو كلير أو شفافات وبكلمة جالاكس بالنص وفي عندنا على الجند شعار الجي فورس RTX اللي المنزمين كل الشركات يحطوه ومنلاحظ الـ Heat Sink الألمنيوم وفي عندنا Back Plate أيضا من المعدن ووصلت 8 pin اللي هو الإشي المعتاد الموجود على كروتل 2060 سوبر وبيجي 2 slot أو بمكانين الباك بلايت من وره بتيجي باللونين أيضا الأسود والفضي أو الرمادي وبفتحات بأماكن معينة وما فيها فزلكات كتير وبتيجي الكرت بيجي تقيل مش خفيف كتير يعني بتحس أنه تبريده ممكن يكون كويس وهذا الإشي رح نشوفه كمان شوي الـ Heat Sink بتيجي يعني معبية المكان الكرت كامل وفي عندنا الـ Heat Pipe سيهان بينه كلهم مصنوعين من الألمنيوم من هاي الجهة منشوف برضو الـ Heat Pipe أو الأنبوب الحراري مع الفنز تبعت التبريد الموجودة على الكرت نفسه وبشكل عام الكرت زي ما حكيت شكله بسيط ما فيه فزلكات حتى ما فيه RGB فقط LED المراوح اللي عليه هاي الـ Heat Pipe الألمنيوم الموجود فيه وزي ما حكيت وزنه فيه الكرت من وره في عندنا ثلاث وصلات فقط اللي هو DisplayPort HDMI ووصلت DVID منلاحظ أنه ما عليه وصلات برضو Advanced كتير عشان تخفف من سعر الكرت اللي هو تقريباً 400 دولار بلاس ماينس طبعاً لا تنسوا بتكونوا تضيفوا الضرائب الجمالك منطقتنا العربية ببعض الدول الآن من ناحية الشكل الكرت زي ما انتم شايفين بسيط جداً زي ما حكينا ما عليه أي فزلكات أو إضافات الإضاءة اللي عليه عبارة عن LED أبيض ما من قدر نتحكم فيها فيه نسخ أخرى من جالاكس ممكن نتحكم فيها بـ RGB ولكن هاي النسخة جاية بيسيك من ناحية التوصيلات ومن ناحية الإضاءة هذا الإشي ممكن يكون كويس أو مش كويس لبعض الناس ولكن نقطة القوة بهذا الكرت هي المراوح والتبريد الآن لاحظوا الزيرو فان مود إنه المراوح مطفية بتشتغل على معظم الأحيان يعني ما اشتغلت معي إلا لما دخلت على جيم أو شغلت فير مارك الآن شغلت فير مارك اشتغلت المراوح حتى لما تشتغل بوضع الأوتو صوتها يدوب مسموع هاي يعني صراحة كروت قليلة جداً اللي مرت عليه فيها هذا الإشي الكرت شكله جداً بايسيك ولكن تبريده ممتاز وبتبط في فير مارك مجرد ما ترجع للحرارة الطبيعية أوتوماتيك ترجع المراوح توقف صوتها مش مسموع أبداً الآن لأنه هذا الحكي صار أنا ثبت المراوح ببعض الأفحوصات وخليتها أوتو بفحوصات ثانية عشان نشوف إذا أنت ما بدك تعمل إشي ما بدك تبلغ إشيش بالكرت كيف رح يكون أداؤه خلينا نبلش بأول فحص اللي هو فير مارك مواصفات جهاز الفحص هي طالعة شاشة المعالج 10700K ولكن على أوتو أو عفواً مش أوتو بفير مارك ثبت المراوح هنا على 60% كانت الحرارة تقريباً 67-68 درجة وما طلعت أكتر من هيك عادة إحنا منثبت على 80 لما ثبتها على 80 كانت الأعلى حرارة وصلناها 62 درجة فقط وهو أداء جداً جداً ممتاز الآن لما نتركه على أوتو أنا طبعاً تركتوا على أوتو في فير مارك إحنا عادة منثبت فكانت أعلى حرارة 67 هو إشي ممتاز جداً من ناحية الأداء نفس الأداء المتوقع من أي كرت RTX 2060 سوبر حصلنا على 8,775 على 3D Mark Time Spine Time Spine 8,468 منها كانت لغرافيك سكور من ناحية كرت الشاشة فمن ناحية أداء الأداء جداً ممتاز بشكل عام نفس أداء كل كروت أو عائلة RTX 2060 سوبر نيجي للألعاب وأولها Shadow of the Tomb Raider متوسط الفريمات كان تقريباً على البنشمارك بحدود 100 أقل أعلى تقريباً بهذا الحدود أعلى إعدادات على ألترا على 1080p الآن الإشي اللي صاير إنه الحرارة هون زي بأنتو شايفين على 67 درجة الثلاث ألعاب الأولى اللي جربنا عليها أو الأربع ألعاب الأولى كانت نحن نحطين مراوح على أوتو يعني أنتو مش لعبين إشي مش مزبطين أي إشي أو مش مبلكشين بأي إشي فالحرارة بتكون بالبنشمارك أو مش بالألعاب اللي إكستندد زي مثلاً برضو World War Z الحرارة كانت تقريباً منتصف الستينات إلى أواخر الستينات وأستهلاك الكرت متوقع بيكون بنهاية الثمانيات إلى 99% حسب اللعبة اللي إحنا بنشتغل عليها الآن متوسط الفريمات في World War Z كان 138-137 بمنتصف المي وثلاثينات زي ما حكينا على ألترا وعلى 1080p فهو من الكروت اللي جداً ممتازة لـ 1080p لفريمات عالية وبالذات بألعاب الإي سبورت نفس الإيش الحرارة زي ما حكينا منتصف الستينات أواخرها على أوتو الآن بـ PUBG هذا الحكي تغير شوي ليش؟ لأنه إحنا بلشنا نلعب بفترات طويلة PUBG و Fortnite رح نلعبهم الآن و Overwatch الثلاثة ألعاب القادمة رح يكونوا بفترات طويلة للعب أكثر ولعبتهم وراء بعض الآن ملاحظوا أن الحرارة بترتفع إلى منتصف السبعينات إلى أواخر السبعينات تقريباً بتوقف عادة على 77 لأن هذا الكلام ماشي تعتبر حرارة متوسطة مرتفعة شوي بالناحية كروت التبريد الهوائي خليني نحكي ولكن المراوح ما كان صوتها مسموع أبداً لاحظوا نفس الإشي Fortnite كانت هادية جداً 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 يعني منلاحظ أن الكرت أعطى أولوية للهدوء أكثر من الحرارة فعملت تجربة أنه أنا ثبت المراوح على 60% وهو صوت مسموع ولكن غير مزعج ورح نشوف إيش رح يصير فيه بآخر لعبة رح نجربها اليوم ولكن على أوتو زي ما أنتم شايفين على لعبة زي Fortnite منلاحظ أنه الفريمات تقريباً بمنتصف أو بآخر المئة وعشرينات وهو مناسب جداً للعبة تنافسية زي هيك هذا الحكي Ultra تل ATP كان كنت نزلوا إعدادات زي ما معظم الناس بعملوا الآن بـ Overwatch كان متوسط الفريمات تقريباً حوالين 200 وهو إشي متوقع من لعبة زي Overwatch ومنلاحظ أنه الضغط على الكرت مش زي اللعبتين الثانيات زي Fortnite و PUBG منلاحظ أنه الكرت بأوائل السبعينات تقريباً الحرارة 71 والإشي اللي كويس فيه أنه الحرارة اللي بيوصلها بثبت عليها يعني ما بتحسه بتذبذر كتير بالحرارة لأنه الفان كيرف تبعه شوي فلويد أو إنسيابي ما بتكون وتنط المراوح وتنزل المراوح وبتسمع أصوات من الجهاز فهاي شغلة صراحة كتير impressive الآن آخر لعبة جربنا عليها لCall of Duty Modern Warfare والذات طور Warzone منلاحظ أنه ثبتت المراوح على 60% صوت مسموع ولكن غير مزعج والحرارة كانت بمنتصف الستينات إشي جداً جداً ممتاز وصراحة يثير الإعجاب بأداء زي هيك فتحية على الأداء الحراري والهدوء اللي بالمراوح شغلة جداً جداً ممتازة ولاحظوا أن أنا هون مشغل شادو بلاي هاي الجيم الوحيد اللي مش حط عليها Capture Card فالفريمات بتكون أعلى بكتير لو مش مشغلين أو مش متقاعدين منسجل على شادو بلاي ولكن بشكل عام أداء الكرت جداً جداً ممتاز خلينا نروح للخلاصة ونحكي شو الإيجابيات والسلبيات نبلش بالإيجابيات اللي هي الحرارة حرارته جداً ممتازة أداءه متوقع من أي كرت أو زي أي كرت RTX 2060 Super من ناحية الهدوء الكرت جداً جداً هادي وحجمه صغير ممكن يسعب كيس Mini ITX زي مثلاً الـ H100 اللي عينت أنا قبل هيك وكنت متحير شو أحط فيها كروت من الفئة العليا وعلى الأغلب رح حطوا فيها وإن شاء الله بورجيكم من ناحية السلبيات الكرت ما في كل التوصيلات اللي موجودة بالكروت الـ High End زي مثلاً ثلاثة DisplayPort وواحد HDMI في بس واحد DisplayPort واحد HDMI واحد DVI هيا ممكن تكون Advantage للناس اللي عندهم شاشات أقدم شوي من ناحية سلبيات أخرى الكرت مش RGB شكله لطيف عفوك من ناحية شكل شكله لطيف لكن ما علي RGB هاي الأشياء ممكن تكون سلبيات معينة زائد أنه مش متوفر كتير لحد الآن بالمنطقة العربية متوفر ببعض البلدان منها السعودية الآن أي روابط بتكون موجودة مستقبلاً رح حطها إن شاء الله بوصف الفيديو وأخيراً زي ما بتعرفوا إحنا دائماً منرحب بأي مبادرة بتعملها الشركات للتواجد ومنطقتنا العربية التواجد لكتير معناته تنافس معناته أسعار أقل معناته خيارات كتيرة بنقدر إحنا ننجي منها شو رأيكم أنتو أعطونا رأيكم بالتعليقات بالنهاية شكراً لكم على المتابعة إن شاء الله يكون وأيضاً وأيضاً بوصف الفيديو نشوفكم في تانية إن شاء الله تحية كبيرة جداً من دارك ومني أنا ماد سلام